تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرو تناول الجهود الجارية لوقف اطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية وأوضح المتحدث باسم لئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكد ضرورة التعاون للأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم يؤدي إلى حقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع بالإضافة إلى دفع مصار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة باعتباره المصار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة وخلال الاتصال أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي دعم فرنسا التام لموقف مصر كما شدد الرئيسان على خطورة أي تصعيد عسكري في رفح لتداعياته الإنسانية الكارثية على حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني بهذه المنطقة كما حذر الرئيسان من خطورة توسع الصراع على المستوى الإقليمي ومن ثم ضرورة الدفع السريع لجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الإقليمية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر